اعرب سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العمال الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اعرب عن اعتزازه الكبير بما يمتلكه الشباب البحريني من قدرات وإمكانيات عالية تدفعه نحو الإبداع والابتكار في مختلف المجالات مؤكدا سموه على الدور الذي يلعبه الشباب في بناء وتطوير المجتمع جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الوادي رئيس اللجنة البارالومبية البحرينية سعادة الشيخ محمد بن دعية الخليفة والشابين عبد الرحمن الرواعي وعالي الغزال الذان ابتكر دراجة هوائية لذوي العزيمة مشيدا سموه بابتكار الشابين المميز والذي يخدم شريحة كبيرة من ذوي العزيمة ويسهم في دعم رياضة ذوي العزيمة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أصعدنا كثيرا هذا الابتكار والذي يعكس إسهامات الشباب البحريني على المشاركة بمبادراته في دعم مختلف الفئات بالمجتمع والذي يؤكد استثمار الشباب لوقته لما فيه خير هذا الوطن مؤكدا سموه حرصه على دعم مثل هذه المبادرات الشبابية التي تدفع بالشباب في مواصلة العطاء لخدمة ونهضة البحرين متمنيا سموه للشابين دوام التوفيق والنجاح من جانبه قال رئيس اللجنة البرالومبية البحرينية سعادة الشيخ محمد بن دعي الخليفة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على حرص سموه بدعم الطاقات الشبابية المبدعة بما ينعكس على إسهاماتهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء وتطوير المجتمع البحريني مؤكدا أن هذا الابتكار يعد من الابتكارات النوعية على المستوى العربي والذي سيكون له المردود الإيجابي في ظهور عناصر مميزة من دوي العزيمة في هذه الرياضة من جانبهما عبر الشابان عبد الرحمن الروعي وعالي الغزال عن شكرهما وعظم امتنانهما إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدين أن استقبال سموه لهما دافع معنوي كبير مضيفين أن فكرة هذا الابتكار جاءت بعد دراسة جانب مهم من احتياجات إخوانهم ذوي العزيمة معاهدين سموه على بذل قصارى جهدهما في العمل على تقديم المزيد من الابتكارات لخدمة المجتمع ترجمة نانسي قنقر